في وقت تحكم فيه إيران قبضتها على مجمل المشهد العراقي سياسيا واقتصاديا بل وأمنيا كذلك يتوجه رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكظمي إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية أعلن عبر تغريدة له على موقع تويتر أنها تأتي لتوطيد العلاقة بين البلدين وإرساء أفاق التعاون بين دول المنطقة بما يخدم شعوبها ويحقق الاستقرار ويكرس قيم البناء والتكامل انطلاقا من المشتركات التي تجمع هذه الدول أهداف لا يختلف عليها الكثيرون إلا أن ثم تتناقض بالغ الوضوح يعكر صفوة تلك الصورة التي رسمها الكظمي للزيارة ووصفها محللون بالمثالية فالداخل العراقي يشهد أن الكظمي يواجه تغولا واضحا لأذرع إيران الميليشيوية تغول بلغ مدى بتهديدات أطلقت الميليشيوية ضد الكاظمي بشخصه فقط لأنه ألمح إلى كشف المتورطين في الهجمات الصاروخية على قوات التحالف الدولي وعلى البعثات الدبلوماسية في البلاد وكذلك مهاجمي مطار أربيل الدولي قبل أسابيع قليلة بل إن تقارير دولية تحدثت عن أن ميليشيات تتبع أحزابا مشاركة في حكومة الكاظمي متورطة في قصف المنشآت النفطية السعودية فضلا عن التهديدات المستمرة التي تطلقها الميليشيات الموالية لإيران ضد الرياض السيطرة الإيرانية على العراق لا تتوقف عند الجانب الأمني فقط بل تمتد إلى سيطرة الأحزاب الموالية لنظام طهران على البرلمان بما يعني أن أي اتفاقيات يبرمها الكاظمي في الرياض تستلزم موافقة تلك الأحزاب عليها حتى تدخل حيز التنفيذ وإلا فلن تجد طريقا إلى التنفيذ على أرض الواقع وبحسب محللين فإن زيارة إلى السعودية لن تتجاوز أن تكون مناورة سياسية لا يملك الكاظمي أن يحولها إلى توجه سياسي حقيقي لأن الرجل على الرغم من كثرة وعوده في هذا الشأن لا يزال أضعف من أن يواجه النفوذ الإيراني في العراق